ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في ابو ظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم استعرضنا في اجتماع مجلس الوزراء الخطة التشريعية للدولة واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 73 تشريعا في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة مرنة مواكبة للمتغيرات وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم وقال سموه كما أطلقنا منصة متكاملة للتشريعات في الدولة وهي متاحة للجمهور وستكون تشاركية هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالميا كما قال سموه واعتمدنا مؤشرا جديدا للحكومة وهو مؤشر إنفاذ القوانين دولة الإمارات دولة عالمية قوانينها وإجراءتها عالمية وشاففيتها راسخة وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية وأضاف سموه واعتمدنا السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار سياسة وطنية تركز على ستة مجالات رئيسية الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي ويضاعف الفرص للأجيال القادمة وقال سموه واعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة